اشتركوا في القناة وخمسة مليارات دولار وتجري شركة بابكو محادثات مع سبعة او ثمانية وكالات ائتمان صادرات للمشاركة في دعم تمويل المشروع وقد يستكمل التمويل في النصف الاول من العام المقبل ويتولى بنك بي ان بي باريبا وبنك اتش اس بي سي تقديم المشورة لشركة بابكو فيما يتعلق بالتمويل المشروع ويتوقع ان يكون التمويل لاجل ثمانية عشر عاما تشمل فترة انشاء مدتها اربع سنوات وتعمل بابكو في مجالات تكرير وتوزيع وبيع وتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية مشاهدين تسعى شركة بابكو الى زيادة طاقة المعالجة في مصفات سترة الى 360 الف برميل يوميا مقارنة مع 267 الف برميل في الوقت الحاضر وم بين الشركات اللي شكلت تحالفات وتقدمت بعروض للعمل في مشروع التوسعة شركة جي جي سي كورب اليابانية وشركات جياس الكورية الجنوبية ومن التوقع ان يخلق مشروع توسعة مصفات نفط البحرين نحو الف وظيفة مباشرة اضافة الى 6000 وظيفة غير مباشرة في خبر اخر فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلستها الاسبوعية 132 عطاء تقدمت ل24 مناقصة حكومية بلغ اجمالي اقل العطاءات المستلمة مليونين و300 الف دينار واظهرت بيانات جلسة مجلس المناقصات طرحي التنظيم الاتصالات مناقصة لتقديم خدمات استشارية لتصميم وتنفيذ اطار تنظيم جديد لقطاع الاتصالات في المملكة وتدرس هي التنظيم الاتصالات اجراءات تنفيذ الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي ستستغرق نحو ثلاث سنوات تشمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية المملكة بشكل شامل بالالياف البصرية فائقة السرعة بحلول عام 2019 طبعا مشاهدنا تشتمل الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي اعتمدها مجلس الوزراء منتصف العام الجاري على ثمانية محاور أساسية أبرزها تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة تعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتطوير الشبكات والأنظمة لتقديم أفضل الخدمات وتطوير أيضا البنية التحتية اللاسلكية بحيث يكون الاستخدام الأمثل للطيف الترددي إضافة إلى تعزيز أمن الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية ورفع مستوى وعي المستهلكين والآن مشاهدين نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نستعرض وإياكم الآن مشاهدين أداء برصة البحرين الأسبوعي حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع 12.962.000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 1.818.000 دينار نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 248 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركة ارتفعت فيها أسعار أسهم 10 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 4 شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابقة وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية حيث بلغت كمية أسهمها المتداولة وقيمتها 1.222.000 دينار لتشكل ما نسبته 66% من إجمال قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 9.616.000 سهم تم تنفيذها من خلال 130 صفقة أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 565.354 دينار ليمثل ما نسبته 31% من قيمة الأسهم المتداولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر